كادت الأمور أن تأخذ مسارا مغيرا في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال مطاحن الجلف بين الموالين للفرع النقابي والمعارضين له عمال هاي الشرعية واليوم اللي احنا اللي راح الدخل في الصراع وانشأ هذا الصراع هو المدير تعنا على رأس اللي ايه لازم يرحل يطالبوا بيراحلوا لأنه هو اللي دار الفتنة وجاب هذا المجموعة بهدير له البلبلة نكونت تسيير هذي تسيير مكبكش منه قاعتين رأى عديرنا مدير ذلك نقابة تع ربعة من الناس يوص نقابة شرعية لدخبتها العمال وجاءت جابوا شرعية من بره في القهوة يكاشوا لهم بره ويجوا والعمال هايكم ساميكم شرعية والراحة اللي رأي ربعة من الناس هذوك ولا للعمال هذي اللي رأي صاه رعناية وتبات تسف في الغبراء وتسف في العروقات تسايل المحتجون اعتبروا الفرع النقابي للمؤسسة غير شرعي ولا يمثل العمال لكونهم واليا للإدارة في حالة عدم الاستجابة نحن ندخل في إضراب مفتوح من جهته اعتبر ممثل الفرع النقابية أن ما يحدث داخل المؤسسة هو محاولة لمجموعة تبحث عن مصالحها الخاصة ونحن مكلفين من طرف الالتحاد المحلي لشارعين اللي هو الآن هو هم اللي رفضوا الصندوق لكنا الشرعيين قال لك من العهدات تعنا واستعملوا دار قائمة اسمية في هذا الطرف العمال استعملوا بالضغط لأن الأمين تعال نقابة هذه السابقة رئيس مصلحة ويضغط على العمال والناي بتاعه مطاحن الجلفة عرفت في السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا من حيث الانتاج حيث أن عودة الصراعات سوف تهدد استقرارها مطاحن الجلفة انا